يذابت الحديث ده أشهر منتخب أو أشهر اسمه منتخب تردد في الدور الأول مش عارفت تتفي أو تختلف معي هو منتخب الأرجنطين في كاس فنوهم الأفريق صح الأرجنطين فعليك أشهر اسم في الدور الأول في كاس فنوهم الأفريق رأيك ايه. بس انا ما قدر قصر اتقول ماتش وخارج. انا ما حشب اناش قالك لا قدر قصر احنا خلاف الارجنطين حلو الارجنطين هنتاهل ان شاء الله. بس عطفا على الاصدقاء كانوا لسه بيقولوه انا بس مختلف في نقطة صغيرة معاهم انه مع السنغال ومع المغرب انا هحط كوتفوار بسبب قوة خطه وسطها انت بتتكلم على فرانك ساي بتتكلم على سيكو فوفانا بتتكلم على ابراهيمة سنجاريه تلاتة من اقوى خطوط الوسط اللي موجودين في العالم. مش بس في افريقيا. حتى فرانك ساي المنتقل الى الدور السعودي بيسيب الدوري الايطالي وبعدين الدوري الاسباني بينتقل الدوري السعودي بيجرب نفس المعدلات وبيقدم نفس المستوى البدني والفني اللي كان بيقدمه في اسبانيا وايطاليا. فهو اضافة للدوري السعودي لانه لسه محافظ على المستوى لحد دلوقتي. فهو خط وسط قوي. نفسه امر فوفانا بالمناسب. سيكو فوفانا. ما انا قلت التلاتة. سيكو ف فانا كمان في لما راح الدوري السعودي حتى لما راح الدوري السعودي ما ما قالش خالص. سيكو فوفانا بس مشكلته او مشكلتي معاه انه مر بفترة من التذابذوب كده في بداية انطلاقه. آآ الليفل بتاعه كان قليل جدا. حتى الجماهير السعودية كان بتقوله هو ده اللي احنا شارينه بقد كده عشان خطر ينقذنا وبتاع. بس مع الوقت بدأ مستوى تطوره. حي. اللي احنا شفناه في المباراة الاولى الكوتفوار شيء خيالي من من خط الوسط. والخط الوسط هو احنا عارفين طب عن كلنا. انه خط الوسط هو الاساس في كل حاجة. اللي يقدر يسيطر على المنطقة دي من من الملعب. هيقدر يقطع الكور بسهولة. يقدر يمنع خطورة المنافس. يقدر يبني الكورات اسهل بالنسبة لخط الهجوم. وبالتالي فرصته في احراز الهدف بتبقى اعلى. العملية كلها بتبدأ من خط الوسط. سواء بتلعب بتلاتة بتلعب باربعة بتلعب باتنين. العملية كلها بتبدأ من خط الوسط. معايا صورة مجمعة كده. يا الله شباب. عشان عايز اتكلم على نقطتين تحديدا. في منهم قتلة بحثا قبل كده. بس انا هنتقل منها لحاجة يعني. لو في امكانية نحن نعرض لصورة. نعرض لشباب الصورة بس سمحتوا اللي بيقول عليها. هي. هي دي. بص. خلينا نمركزين. انه ده اول عشرين لاعب فيه الكأس الامم. من حيث التصنيف الرقمي. مش الفني. مش اي حاجة. تصنيف الرقمي. واحيانا الارقام بتكون خادعة. زي مثلا. وانا ياسف طبعا ان انا بقول كده. زي الرقم بتاع محمد صلاح اللي في المركز. الخامس. لانه تمانية بوينت تلاتة. تمانية بوينت تلاتة دوت. تصنيف رقمي. لانه الاسست بتاع مصطفى محمد اتحسب له. مع انه لم يكن مقصودا. هو اخر واحد لمس الكورة. فتحسب له الاسست. فالتمانية بوينت تلاتة دوت. ده تصنيف رقمي. مش اكتر. ولكن بشكل عام. مين افضل لاعب في البطولة. بلا شكل. مين كمارا صاحب الهدفين. السنغالي صاحب الهدفين في المباراة الاولى لصالح. كلمت انا على مين كمارا ده كتير. خطير. وحكايته حكاية. خطير. والله العظيم خطير. ده في سنة واحدة بطل افريقيا للشباب. وتاهل للأولمبياد. ولعب مع المنتخب. وافضل لاعب سعب في القرى. وافضل لاعب سعب في القرى. خطير. اللي انا عايز انتقل اليه. اولا النظرة بتاعة محمد خليفة طبعا مميزة جدا. واعتقد ان احنا هتفق معها كلنا في عز الدين اناحي. تالت افضل لاعب في قائمة اول عشرين بما قدمه دلوقتي. وهننتقل كمان شوية للحديث عن المنتخب المغ اغربي. وهنتكلم عن عز الدين اناحي بصفة خاصة. ولكن خلوني اركز على التلت مربعات الزرقى اللي في نص الشاشة. في دقيقة واحدة بس عشان ما اخدش وقت اطول من كده. يوسف البلايلي. يوسف المساكني. رومان سايس. رومان سايس النهاردة بيقدم مباراة عظيمة جدا. لا خلاف عليها. سبك من رومان سايس. ركز معايا في يوسف البلايلي كممثل لمنتخب الجزائر. ويوسف المساكني كممثل لمنتخب تونس. المنتخبين وقعوا في غلطة بشعة وهي غلطة جمال بالماضي. وغلطة الجلال القدري في تونس وفي الجزائر. ان هو يوسف المساكني اخطأ بشدة في ان هو اعتمد عليه في الحتة دي. دون ان يدفع بعيس اللي يدوني في خط الوسط. فاصبح خط الوسط مكشوف. فاضطر محمد علي بن رمضان ان هو يرجع. واضطر كل لعبي خط الوسط القادرين على بناء الهجمات ان هم ما يرجعوا. فاضطر يوسف المساكني ان هو يقطع مساحات اكبر. مش هيقدر كمستوى بدل ان هو يقطعها. كمستوى رقمي هو كان مميز جدا. ولكن كمستوى فني في الملعب اعتقد ان جلال القدري ظلموا في الحتة دي. نفس الامر تكرر مع جمال بالماضي في مباراة الجزائر. لما ارتاح شوية للنتيجة في الشوط الاول. فقرر ان هو يبدأ يسحب كل اوراقه الربحة. طلع بغداد بنجاح. طلع يوسف البلايلي. الشوط التاني مع اختفاء كل الاسماء الكبيرة. تحول الضغط على المنتخب الجزائر لحد ما تم احواز هدف التعادل. وبالتالي المتشاط اللي جاية محتاجة ذكاء اكتر شوية في اختيار التشكيل. واختيار التوظيف بتاع اللعبة من جانب الممتاز. اشتركوا في القناة.